السلام عليكم متابعين قناة الادوات المنزلية فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا علشان حنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من احدث الادوات المنزلية والافكار والحيل واحدث الاختراعات والاجهزة الزكية اللي ما فيش اي سيدة بيت تقدر ان هي تستغنى عنهم قبل ما نبتدي الفيديو ده مع بعض اتمنى ان انتم ما تنسوش تشجعكم ودعمكم لي بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده معجبتكم مش تقدروا ان انتم تضغطوا على زر الديسلايك ولو لسه مشتركتوش معنا في القناة اتمنى ان انتم تنضموا لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفايل جرس الاشعارات بحيث يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة باذن الله وطبعا بالنسبة لكل المواقع اللي انتم تقدروا من خلالها تجيبوا كل الادوات وكل المنتجات اللي انتم بتشوفوها معايا في الفيديو ده فطبعا حيتم ذكرها بعد ما ننتهي من شرح الادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده ونشوف ايه هي طرق استخدامها وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها اول اداة معانا في الفيديو ده هي عبارة عن منظم تقدر ان انت تنظمي عليه او بوات العصير المختلفة او منظمات المية او اي حاجة بتبقى مناسبة انها تتنظم في المنظم ده طبعا هنا في مجموعة من الافكار حتشوفيها معايا في الفيديو ده علشان تتعرفي ازاي تقدر ان انت تستخدمي المنظم ده بعد كده عندنا منظم الحمام طبعا تقدر ان انت تنظمي به المناديل باشكالها المختلفة واحجامها المختلفة وكمان تقدر ان انت تنظمي به المستلزمات الخاصة بتاعتك زي الميكوب او الكريمات او اي حاجة تانية انت عايزاها بعد كده حنشوف شكل مختلف من اشكال منظمات الحمام او منظمات المناديل بس المنظم ده مخصص للمناديل اللي بتيجي على شكل رول طبعا بيديكي شكل جميل وشكل منظم جوه الحمام بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم الصبون طبعا طريقة تثبيته على الجدار سهلة جدا وأهم حاجة إن المنظم ده بيجي معاه مصفة بحيث لو الصبون كان فاضل فيها بقاية مية وكده المية دي حتتصفى في المصفة ده بعد كده حنشوف معانا مصفة مخصص لحوض المطبخ طبعا بيساعدك بإن بقاية الأكل ما تنزلش جوه الحوض أو جوه المصرف بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي اللي بتساعدك إن انت تتنظفي قرورة المية وكمان غير قرورة المية برضو ممكن تستفيد منها بكذا طريقة تانية ودي طبعا أكياس تقدر إن انت تحفظي بيها الطعام اللي موجود عندك في الأطباء أو المنظمات اللي هي ما بيبقاش لها أي غطى تقدر إن انت تستخدمي الأكياس دي علشان تحفظي على الأكل بتاعك وتقدر كمان إن انت تحطي الأكياس دي في المايكرويف وانت بغطيها فيها الأكل بعد كده تعالي شوفي معايا مقشرة التوم دي طبعا المقشرة دي مصنوعة من السيليكون هي بس بتشلك القشر بتاع التوم بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده في الفيديو بعد كده تعالي معايا علشان تشوفي السلة الميني أو السلة المكتبية اللي انت تقدري إن انت تستخدميها عندك في المكتب أو تقدري إن انت تستخدميها على رخام المطبخ أو على حوض المطبخ بعد كده عندنا أداة تنظيف كرسي الحمام طبعا الأداة دي مصنوعة من السيليكون وزي ما انت شايفة طريقة تصميمها بتساعدك إن انت توصلي للزوايا الكرسي ده أو لأدية الأماكن اللي موجودة في الكرسي ده وإن انت تقدري تنظفيها بكل سهولة وتحصلي على كل نتائج اللي انت بتبقي محتاجاها بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الممساحة الزكية دي طبعا الممساحة دي كبيرة جدا وبالتالي فهي بتساعدك إن انت تنظفي مساحة أكبر من السيراميك وزي ما انت شايفة معايا كده في الفيديو الممساحة دي طبعا مرينة جدا في الاستعمال وبتتحرك معاك بسهولة جدا وبتساعدك على تنظيف الزوايا وأدية الأماكن اللي انت محتاجة تنظفيها وبعد كده عندنا فتاحت العلب دي طبعا زي ما انت شايفة تقدري إن انت تفتحي بيها مختلف أحجام العلب اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي شوفي معايا الحلة الراهيبة دي طبعا دي هكذا ضريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دلوقتي حتشوفيها معايا من خلال الفيديو ده واللي أنا متأكدة إن هي حتعجبك جدا ودلوقتي حنشوف مع بعض عندنا جهاز لتعقيم التلاجة وإزالة جميع الروائح اللي بتبقى موجودة في التلاجة وده طبعا بيساعدنا بإن الأكل اللي موجود عندنا في التلاجة تفضل ريحته سليمة زي ما هي وما يكسبش أي روائح من أي أكلات تانية بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الممسحة دي طبعا اللي بتساعدك إن انت تنظفي مختلف الأماكن اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا مرنة وسهلة جدا في الاستخدام وبعدها كمان حنشوف معانا أداءة بصراحة رهيبة جدا في تنظيف الشباك ويمكن الأداءة دي انت أول مرة تشوفيها معايا في الفيديو ده وبرضو بتتميز بإن هي مرنة وسهلة جدا في الاستخدام وبتديكي أفضل النتائج اللي انت بتبقى محتاجاها لو بيبقى عندك مشكلة لما بتخسلي المخدات اللي بتبقى موجودة عندك بدلوقتي حواريجي منشور جديد بتصمم خصيصا علشان تقدري إن انت تنشري عليه المخدات اللي انت بتخسليها عندك في البيت بعد كده عندنا قطع الحماية دي طبعا القطع دي مصنوعة من السيليكون وهي بتساعدك بإن هي تحميلك مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك من الخشب أو الإزاز وطبعا ليها كذا طريقة في الاستخدام حتشوفيها معايا من خلال الفيديو ده بعدها عندنا صاج مفتوح زي ما انت شايفها تقدري تقولي إن هو مصنوعة من الجرونيت تقدري إن انت تعملي عليه مختلف الأكلات اللي انت بتحبيها وطبعا هو بيشتغل عن طريق الكهرباء وطبعا طريق التنظيفه سهلة جدا تقدري إن انت تنظفيه باستخدام المنديل بس بعد كده تعالي شوفي معايا الفرشة الصغيرة دي طبعا هي حجمها صغير بس النتيجة اللي بتخديها من الفرشة دي بتبقى نتيجة رهيبة جدا وده اللي حتشوفيه معايا دلوقتي وطبعا تقدري تنظفي بيها أماكن مختلفة عندك في البيت البوتجاز أو الحوض أو السيراميك أو أي حاجة تانية انت عايزاها بعد كده تعالي شوفي معايا منظم الحمام ده طبعا تقدري إن انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدري كمان تنظميه عندك على حوض الحمام يعني تقدري تستخدميه في أي مكان انت عايزاه وتنظمي عليه مختلف الحاجات اللي انت عايزاها تعالوا معايا بقى دلوقتي علشان أكلمكم عن الثلاث طرق اللي تقدروا من خلالهم إن انتوا تجيبوا كل الأدوات وكل المنتجات اللي انتوا محتاجينها بالنسبة لأول طريقة وهي تطبيقات الانترنت أو تطبيقات الانلاين طبعا عندكم كذا تطبيق تقدروا إن انتوا تستعينوا بيه علشان تجيبوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها بس حقولكم في البداية على الفروقات البسيطة اللي بتبقى ما بين التطبيقات دي أول حاجة هي الوقت لتسليم البضاعة يعني مثلا في تطبيقات حتلاقوا إن الوقت بتاعها قليل جدا يعني ممكن تسلمكم المنتج بتاعكم خلال أسبوع أو عشر تيام أو شهر بالكتير في تطبيقات تانية ممكن تعاد شهرين وثلاث شهور لغايد ما يجيبوا لكم المنتج بتاعكم فده أول فرق ما بين التطبيقات دي نيجي على تاني فرق وهو أسعار المنتجات أسعار المنتجات دي برضو بتبقى مختلفة مش بس ما بين التطبيقات كمان بتبقى مختلفة في التطبيق ذات نفسه وده لإن بعض التطبيقات بيبقى فيها كذا مصنع أو كذا مورد للبضاعة وكل واحد منهم بيبيع نفس المنتج بسعر مختلف فده هو تاني فرق ما بين التطبيقات دي بالنسبة بقى لتالت فرق هو سعر وتكلفة الشحن وده في كتير من الأحيان بيعتمد على حسب البلد اللي انتم موجودين بيها يعني البلد اللي موجود بيها العميل يعني سعر الشحن مثلا في مصر بيختلف عن سعر الشحن الأمريكا عن سعر الشحن للسعودية عن سعر الشحن للصين ذات نفسها فدي كلها فرقات ما بين التطبيقات دي وفي النهاية انتم تقدروا تختاروا التطبيق المناسب لكم على حسب البلد اللي انتو موجودين بيها ولو بتفضلوا انتو تتسابقوا عن طريق تطبيقات الانلاين فبكل بساطة تقدروا انتو تكتبوا لي في التعليقات ايه الحاجة اللي عجبتكم واللي انتو عايزين تجيبوها عن طريق الانلاين مع ذكر الدقيقة اللي تم عرض المنتج بيها وانا حرد عليكم في الرابط المباشر المخصص لشراء المنتج ده ودي الوقت تعالوا علشان اقولكم على تاني طريقة تقدروا من خلالها ان انتو تجيبوا برضو كل الادوات وكل المنتجات دي وهي صفحات التسوق اللي بتبقى موجودة على الفيسبوك او على انستجرام او حتى على التيك توك لو انتو موجودين في مصر تقدروا ان انتو تكتبوا بخانة البحث اللي موجودة على فيسبوك ادوات منزلية في مصر وحيظهر لكم نتائج كتير لصفحات بتبيع الحاجات دي بس انتو محتاجين تدوروا ما بين النتائج والتوصيل في الصفحات دي بيبقى متوفر لجميع انحاء الجمهورية ولو انتو من بره مصر تقدروا تدوروا على حسب اللهجة بتاعتكم وان شاء الله ممكن تلاقوا برضو صفحات على الفيسبوك وعلى انستجرام او على تيك توك بتبيع الحاجات دي وبكده حتكونوا وفرتوا على نفسكم تكلفة الشحن وفي نفس الوقت حتكونوا كسبتوا وقت لان التوصيل عن طريق الصفحات دي بيبقى سريع جدا يعني من خلال يومين لتلات ايام بس الحاجة حتكون موجودة عندكم في البيت اخر طريقة بقى حكلمكم عنها وهي المحلات اللي بتبيع المنتجات دي اللي هي بتبقى على ارض الواقع تقدروا ان انتو تعينوا المنتج اللي انتو عايزينه وتفاصله بالسعر بتاعه والمحلات دي طبعا بتبقى مسؤولة عن بيع الادوات المنزلية زي سنتر شهين او ايكيا او كرفور مع ان المحلات دي دايما بيبقى الاسعار فيها سبتة بس انا بقول لكم على امثلة وانتو تقدروا تقيسوا على حسب البلد اللي انتو موجودين بيها ايه المحلات اللي ممكن تبيع الادوات دي وبس كده هو دا كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون عجبكم ما تنسوش دعمكم وتشجعكم ليا بالضغط على زر اللايك وزي ما قلتلكم لو الفيديو دا ما عجبكمش او الادوات اللي اتعرضت فيه محبتهاش تقدروا بكل بساطة ان انتو تضغطوا على زر الديس لايك علشان دا بيزيد من تفاعل الفيديو وبقدر اعرف كمية الناس اللي عجبها الفيديو وكمية الناس اللي ما عجبهاش الفيديو او الادوات اللي اتعرضت فيه وزي ما قلتلكم ما تنسوش اهم حاجة ان لو فيه اي حاجة عجبتكم من الادوات اللي اتعرضت في الفيديو دا تقدروا بكل بساطة ان انتو تكتبولي في التعليقات ايه المنتج اللي عجبكم مع ذكر الدقيقة والثانية وانا هرد عليكم في الرابط المباشر المخصص لشراء المنتج ده عن طريق تطبيقات الانلاين واستمنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة